بعد مرور عام كامل من الحرب على قطاع غزة لا تزال المقاومة قادرة على خوض معالك دارية والتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته بكمائر موقعة وموقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفه أحدث ما نشرته كثائب القسام في هذا الخصوص تمكن مقاتلها من تفجير عبوة شديدة لانفجار في قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا خلال محاولة هذه القوة اقتحام منزل وقتل وجرح سكانه قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمالي القطاع تقول الكتائب ليس ذلك فقط في جبهة أخرى يوم الخميس تحديدا في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع تمكنت المقاومة أيضا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية إسرائيلية ووثقت ذلك في مقطع فيديو يعرض تفاصيل العملية اشتركوا في القناة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع آخر عملية المقاومة في كل من جباليا ورفح هنا مأمون التميم يقول عمليات المقاومة تتصاعد في غزة بشكل غير مصفوق المدون حديث عزام يكتب القسام تدير منظومة القيادة والتحكم بشكل إداري صحيح برأيه لم تؤثر فيها عمليات الاغتيالات والإصابات التي ربما أصابت بعض قيادات الصف الأول ثم يضيف ستبقى رفح دوما ما كانت عليه أو كانت الصندوق الأسود أم البدايات وأم النهايات والكاتبة عائشة الصريحية هنا تعلق تقول عدوهما المحتل المقتصب المتغطرس الذي سحق وجهه أو سحق وجهه في التراب ما زال يقول بعد أكثر من عام إنه ينتصر